مع دقيقة المتمر كل يوم نسائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية أخي الفلاح أختي فلاحة حلقات اليوم ستتمكننا باش نعرفوا آلة زرع مباشر أو الصمار ونضبطوا الكمية للزرعة الزراعات القطانية فهي كتكون من آلة بدرة تقليدية مع بعض الإضافات مهمة واللي هي الساس فهي متكون من صناديق كنوضع فيهم زرعة ولنغري وقنوات كتوصل زرعة ولنغري الأرض وزيدين فيها عناصر خاصة كتشغطراب وضع زرعة ولنغري في الغرق على حساب نوع القطاني كانت فول أو فيليا أو عدس أو حمص أو جلبانة ومن وراها كلقة وقطع أخرى التي تغطي زرعة ولنغري الغرق للزرعة يختلف على حساب نوع وصنف القطاني وبالخصوص على حساب الحجم ذرعة وبشكل عام يمكن زرعه في الغرق الذي يجاوز 3 أضعاف حجم البودور فبالنسبة لعدس يكون عمق البدر بين 3 و 4 سنتيمتر وبالنسبة لحمص وجلبانة بين 4 إلى 7 سنتيمتر وبالنسبة لفليا بين 5 إلى 8 سنتيمتر والتعديد للكمية التي يمكن زرعها في الهكتار الواحد من الضروري معرفة وزن ألف حبة الزرعة وعدد النباتات لكل متر مربع التي نحصل عليها في نهاية الإنبات وعدد النباتات لكل متر مربع معلل بما يلي نوع المحصول كان حمص أو عدس أو جلبانة أو فيليا وحجم البودور ووقت الزرعة بكري أو متأخر وطريقة الزرعة أخي الفلاح أختي فلاحة فالتجربة الميدانية بين تبلي من الأفضل نزرعه بالقياس أنه في حال تكن سنتيمتر تكون من الصعب السيطرة على الأمراض الفطرية وخاصة البوتريتيز والأنتراكنوز واعتماد الأصناف المستخدمة في المغرب كوصول الخبراء بعد تجاوز كمية بين 80 و 90 كيلوغرام على كل هكتار العدس والحمص وبين مياه حتى 120 كيلوغرام في الهكتار بالنسبة لفول السوداني وهذه النتيجة كان وصولها بفضل الإمكانية التي تضبط البدارة لزرع بالكمية التي تريدها وكذلك بفضل توزيع المزيان زرعها نفس الشيء بالنسبة للانجري بحيث تقوم بدارة بتوزيعه بطريقة مركزة كان سهل استغلاله مزيان من طرف القطنيات ومن شتوب تستفض منه غير الأعشاب الضارة وبالنسبة للبدارات التي لديها موزيع بتحويل ميكانيكي فهي تميز بوحد تناسب سبيب بضور الموزعة مع الضبط الآلة وهنا لازم أريد أنها يكون حسب العوامل المناسبة التي تمكننا أن حدو كمية الزرع في الهكتار أخي الفلاح أختي فلاحة لكي نجح عملية الزرع يجب أن نتحققه من طريقة الريقلاش الصموار بحيث نوضع كمية صغيرة للزرع في الوعاء ندور عجلة قيادة الموزع نوضع خيش أو قطعة التوب أو بلاستيك تحت متقابل بضور لكي نجمع الزرع بسهولة ندور عجلة القيادة بعد الدورات المحددة ونجمع الزرع على الإنزلات ونوزنها ونعدلوا الفتحة الموزع وبهذا أخير فلاح أختي الفلاحة تكونوا زرعتوا بلادكم بكريب لمحرطتها وقتصتوا في الزرع وتكونوا حطيتها هي ولانجري كل واحد في المكان المناسب بالكمية المناسبة وفي الوقت المناسب وتكونوا نقصوا في المخصور وحسنتوا الإنتاجية والجودة القطنية لكم والمزيد من المعلومات أدعوكم لزيارة الموقع الإلكتروني www.agripadia.ma والله المعين مع دقيقة المتمر اليد في اليد من أجل فلاحة متمرة ومستدامة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر